بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاوات والسلام السلام عليكم مشاهدينا درس اليوم سنعود مرة أخرى للـ Utility داخل المنتراي سنتعرف الآن وقبل شرحها سأطرح المشكلة عندي مثلا هنا Plane مثل ما تلاحظون ناقر Sitter Shade Mode أعمل Render عندي لون معين طيب ماذا لو طرحتم على نفسكم السؤال مثلا أريد تطبيق هنا لون معين وهنا لون معين آخر أو Texture طبعا المسألة ليست بالسهلة لأنه عند التطبيق أي Texture فإنه للأسف يطبق على الجهتين معا تلاحظون يطبق على الجهة السفلية والجهة العلوية طيب لتدارك هذا المسألة هناك حل داخل الماية طيب الحل الصعب وهو داخل الماية سنتطرق له الآن ثم سنتطرق للحل السهل وهو باستخدام نود في المنترى في قمة الروعة وسهل للغاية يسهل علينا هذه المسألة طيب ننتقل المسألة لنسبة صعبة داخل الماية طيب من الماية نمسح هذا نمسح أي نود غير مستخدم داخل السين طبقت بالإشارة الجسم اللي تنجح فيها زي العملية لازم يكون يعني ما فيش تكنس ما فيش سمك جسم واحد فقط يعني الواحد الواحد ما فيش اثنين فيس واحد يعني ما فيش أي اكسترود أو أي شيء من هذا القبيل الحديث اوكي اوكي هذي السينوات تعزونا طيب اوهاه اوه من خلال فيوتوليتي داخل الماية نختار اوه كونديشن الكونديشن هذا يسمح بس بالاamm بالاعم بالبالسويتش بين لونين او تيكستورين يعني نلعب على اثنين من تكستور او اثنين من الكلور تلاحظون هنا عندي اثنين فهذا الكنديشن يسمح لي بان نتحكم في لونين او في تكستورين او اثنين تكستور بطرق رياضية معينة رياضية من الرياضيات مادماتك نستخدم كذلك سيمبلر انفو مشهور طيب نختار بلين نخلل السرفيسيس بلين طيبا نحن لم نتحدث عن النود الموجود في الموت الرأي اللي هو سهل انا نتحدث عن طريقة تقليدية الان نضع هذا هنا الكنديشن هنا ونضع اثنين تكستور وليكن واحد وليكن عبارة عن فراكتو والثاني عبارة عن هذا المنتهين ونحن نتحدث عن طريقة تقليدية الانفوش تقليدية الانفوش تقليدية الانفوش تقليدية الانفوش بشكل اول شيء اجي القيام به هو الربط بين السمبلر انفو والكنديشن كليك وسط الفقراء او الماوس ثم اذا يبتح لنا الكنكشن اديتور نقوم بربط كل من الخاصة بالسمبلر انفو نقوم بربطها مع الخاص بالكنديشن اوكي تم الربط نمسك مثلا المونتين كيف نعرف باننا نلاحظون انه من خلال يعني واحد في الواجهة واحد في الخلف هذه المسألة تعتمد بالاساس على بتاع الجسم بتاع هذا البوليغون تنظر الى اي تجاه من خلال نروح للنورمز فيس نورمز تلاحظون نورمز تشوف خلال نورمز صعيز نضع قيمة تلاحظون ان النورمز يعني اذا تحدثنا عن اللي هو مكان الذي تنظر منه النورمز في الحالة هذا هو وهذا هو الفاصل في الداخل اوكي طيب من ديس بلاي دائما البوليغون ام فيس لدى ما بدünü بجيء اردى ان نشعر باننا ن seamless اهم ونحن نوسط البوليغون اوكي وا혼يد الله على cérex이�ديlaughs اوكي ن Mercury nobody uh اه حلوك نبويغون نعود الي me�� اه اong اه تلاحظون ان السفير مطبق عليها تيكستر واحد في الفيس الاول وفيس الثاني اللي هو عبارة عن الفراكتل طبعا بكل بساطة هذا فقط خطأ في البريفيو لكن لما نعمل رندر نحصل على فعلا انه عندنا تيكستر اللي هو هذا في الوسع في الداخل وهذا الفراكتل في الخارج طبعا طريقة طويلة ومجموعة كونيكشن وعقد نفسية طيب اريكم طريقة سهلة اه في الاستخدام وهي باستخدام نود داخل المنترل طيب من خلال المنترل سيمبل كومبوزيتين ام اي بي خلال نظر في ال اوبشن هذا نجد فراك فراك وهو اللي بتشوف الجهة اللي تشوف منها النورمونس بتاع الجسم سبق رأيناها وطبعاً الباك هو الباك هو العكس اللي في الداخل طيب هنا عندي هذا النوت الجميل في هذا النوت انه يتعامل مع الماترية الخاصة بالمائة ليس فقط المنترى جميل جداً ويختصر الوقت مثلاً عندي هنا عندي بلين اخر بلين مثلاً واحد احمر وبلين الثاني ام اصفر يعني طيب نعمل بكل بساطة نمسك البلين هذا نضعه على الفرينت والبلين الاصفر نضعه على الباك طبعاً لم نتهي بعد يجب وضع اه سيفس شيدر اللي هو الماستر انا ليش اختارت السيفس شيدر السيفس شيدر لا يتأثر لا بريفليكشن ولا بريفراكشن ولا في لا سبيكولر ولا اي شيء يضع الجسم كما هو يعني لو طبقنا عليه اه امج حيطبق الامج على هذا الجسم وكانها صورة يعني لا لن نلاحظ اي ريفليكشن او ريفراكشن او سبيكولر او اي شيء هذا مجرد من كل هذه العمليات لماذا وضعناه هنا لكي يطبق على الجسم لانه الاصلة لدينا بلين في كل هذه الامور وعدنا بلين في كل ريفلاكشن وريفلاكشن وكل هذه الكالكوليشن قلنا نضع بلين اخر هنا لانه سيشوش بلين وبلين يعني غير مفهومة نطبق هذا السيفس على الجسم طيب الكونكشن بين الاثنين سهلة من خلال اوت كولر نربط هذا الجسم بكل بساطة نلاحظ التشويش مش مهم دائما مجنون في مايا طبع الحالات نعمل رندر اوه حصلنا على التشويش اه اه لكن الحل موجود الحل ببساطة نحن نتحدث عن توتوريالات المونتراي اوه ماذا هنا مايا سوفتوا اه يجب انتقال الى المايا مونتراي حل بسيط في بعض الحالات تكون حلول بسيطة ونحن نبحث ونصب يعني ونقول اين هو الحل اين هو كذا المونتراي اسوح مجنون او انا لما اسبح يعني افهم شيء وندر بكل بساطة احصل على البلين الاصفر في الوسط والبلين الاحمر في الخارج دائما بريفيو لا يجب الثقة في بريفيو بشكل كبير لانه يكون مجنون في كثير من الحالات دائما تلاحظون استطيع تطبيق هذه المسألة على سفير استطيع تطبيقها على يلى يلا 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 올�ين احل طيب فين اصب اختي فقط لك ان نلاحظ. نمسك الجسم. كليك يمين. وليكن. نعمل للاثنين. كل بساطة تلاحظون. عندي شكل أصفر وهنا شكل الأحمر. طيب اتمنى اني اكم شرحت لكم تفهموا. كنتم فهمتم. يعني فهمتم. ما هو. الصراحة سهل للغاية ويسهل هذه المسألة في هذه النقطة. بذل التحقيدات التي رأيناها في أول التوتوريول. وهذا نكون قد انهينا درس اليوم. من خلال. دروس أخرى ان شاء الله تتكتث عن باقي النود. سلام عليكم. دعو لنا دائما بالخير. دعو لنا دعواتكم تشجعنا أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.